قامت الفرق الرقابية في الآية العامة للنقل بفحص 1914 حافلة تقل حجاج بيت الله الحرام باتجاه منطقة المركزية والمسجد للحرام وذلك في المراكز المحددة لدخول مكة للتأكد من مدى جاهزية الجوانب النظامية والفنية وتطبيق الإجراءات الاحترازية على هذه الحافلات لضمان المحافظة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن كما رصدت الفرق الرقابية 395 مخالفة في نشاط النقل بالحافلات